اشتركوا في القناة فقال يسوع يا أبتاه اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون وإذا اقتسموا ثيابه اقترعوا عليها شوكد آخر مرة انت طلبت من شخص انه يسامحك شوكد آخر مرة انت سامحت شخص اللي غلط بحقك وأي وحدة كانت الأسهل بالنسبة إلك أي وحدة فرحتك أكثر تعرف ان الرب يسوع هو كان له كل الحق انه ما يخفر لأشخاص اللي أساءوا ضده بالأخص انه هو ما كان مسوي أي جريمة ولا كاسر أي قانون هو كان على الحق بكل الأوقات هو ما كان غلطان لكن هو سوى عكس المتوقع وطلب للناس اللي صلبوه انه الرب يخفر لهم مو بس هاي لكن انطى عذر للناس انه هم اللي سووه ما كانوا يعرفون ايجا يسوون الحلو انه هاي كانت أول كلمة على الصليب كأنه المسيح يريد يبدي العلاقة ويالناس بيعطاء البركة الغفران من خلال الغفران تبدي العلاقة تعرف المسيح هو على الصليب هو كان المحامي والشفيع بيننا وبين الآب هو على الصليب أعطى المقاييس للغفران هو على الصليب طبق عمليا التعليم اللي كانت يعلمه عن موضوع الغفران تعرف اذا انت تسامح اشخاص اللي اساءوا ضدك ممكن تحصل على الشفاء هي طاعة للوصية هي التحرير من القيود هي الراحة والفرح افكار ايجابية هي بتقوي العلاقة وقت اللي يكون المسيح في قلبك هو يعطيك القوة للمسامحة اقبل المسيح وتمتع بغفران وتقدر اتسامح غيرك بلخص بالوقت اللي احنا عايشين به احنا الى امس الحاجة لغفران الخطايا احنا الى امس الحاجة للمسامحة لبعضنا الآخر على ما يصير في بياناتنا سلام وعلاقة وبتقوى العلاقات بعالمنا ومجتمعنا اذا ما تقدر تسامح صلي هالصلاة بكل ثقة وإيمان اقبل المسيح اللي يدفع ثمن خطيتك واقبله مخلص هو بيخفر خطيتك وبيعطيك الرصيد انك تقدر تخفر وتسامح الاشخاص اللي اساءوا وبدك الرب يباركك ونعيش بسلام مع بعضنا الآخر ونشوفك بخير موسيقى 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 اشتركوا في القناة